تراجع مركز الحكم المحلي في البلاد عن نيته بإعلان الإضراب العام يوم الخميس بعد أن ردخت حكومة إسرائيل لضغوطاته وعدلت عن قرارها بتقليص جزء من الميزانيات المخصصة للسلطات المحلية والبلديات العربية واليهودية على حد سواء تحدثوا عن تقليص حوال 400 مليون شكل 400 مليون شكل هدول مجالس محلية ممكن تخلق لها أزم كبير 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 فبالتالي هذا واحد من الأمور الشغل الثاني هي قضية الخطة الاقتصادية 922 للوسط العربي نحن نسمع أنه هناك لم يكن نعرف كمان أنه لا يوجد تنفيذ كامل لهذه الخطة واليوم نحن خايفين أنه تصير عملية تقليصات وارجع المبالغ لوزارة المالية بخصوصا أنه هناك حديث أن وزارة المالية تتحدث هناك عن نقص في الميزانية الدولة وسيمتم عملية تقليص عرضي وممكن كمان يمثل الموضوع هذا بتسعة 222 وللتذكير يعني كمان في خطة التي هي للشرطة التي نحن بالعنف في الوسط العربي هناك في عملية حديث عن تقليص ومع تراجع الحكومة عن قرارها تقليص الميزانيات إلا أن ذلك لا يلغي ما تعاني منه السلطات المحلية العربية من التمييز والإجحاف في الميزانيات المخصصة لها مقابل ما تحصل عليه نظراتها اليهودية الأمر الذي يؤثر سلبا على جميع الخدمات التي تقدمها السلطات المحلية العربية للمواطنين يعني إحنا منطلع مثلا على ولادنا وحق يأخذوا كقصد التعليم أو الذي يعني طالب اللي بيطلع له مبلغ معين إذا بنأخذ بتل أبيب ولا في المناطق بلداننا العربية طبعا ما فيش مقارنة وبعدين بقولوا ليش هالفروقات الكبيرة الموجودة إحنا طبعا منأكد إن إحنا كسلطة محلية يعني أنا بقوم بدور وأكيد باقي زملائي إنه يعطوا الميزانيات نرصدها بخاصة ما يتعلق بالتربية والتعليم لأنه هذا مستقبل ولادنا بس هذا إشي واضح وجلل العين إنه فيه تمييز معدلات عديدة وشائكة تعاني منها السلطات المحلية العربية بدءا من قضايا العنف مرورا بالأرض والمسكن وصولا إلى التربية والتعليم والبنى التحتية الرديئة وغيرها من القضايا العديدة التي تؤثر بشكل مباشر على المواطنين العرب في البلاد وهي تحديات تستوجب مضاعفة الميزانيات المخصصة لها وليس تقليصها